ما هي المسافة الامنة من موقع الانفجار النووي وكيف تعرف انه في منطقتك يوجد ارتفاع وزيادة في مستوى الاشعاء حتى لو لم يعلنوا عن هذا شلون دكتور تابع الفيديو مرحبا متابعين اعزائي ومشاهدين جدد معكم دكتور فراسل علي وحييكم انما كنتم معنا قناتكم الطبية تصعيد خطير يومي ومتزايد بين روسيا واوكرانيا والدول الغربية بسبب استعمال اوكرانيا اليوم لصواريخ غربية متطورة بقصف مواقع مختلفة في روسيا وسوف روسيا طبعا تقوم بالرد على مثل هذه القصف والهجوم وطبعا روسيا تلوح باستخدام الاسلحة الغير تقليدية اي الاسلحة النووية بضغيب مواقع مختلفة في اوكرانيا والدول الغربية قلات نقلات طبية ولكن هذه الامور تلقي بظلالها على حياتنا وصحتنا النفسية والجسدية ويوجد هناك ملايين المختربين العرب مثلي في جميع العالم العرب في المانيا العرب في فرنسا العرب في اسبانيا العرب في هولندا والعرب في الولايات المتحدة والعرب في كل مكان ومبس العرب جميع الناس اللي تتشاهد هذه القناة وحاول قدر الامكان في هذه القناة وعلى هذه القناة اعطاء معلومات صادقة طبية تساعد اكبر عدد من الناس للتخلص من مشاكل صحية تؤثر عليهم وفي الحلقتين الماضيتين تكلمت عن شلون تتم الوقاية أو كيف تقي نفسك من أخطار الانفجار النووي وقدر الامكان باتباعك الخطوات معينة يمكنك مشاهدة هذا الفيديو على هذا الرابط هنا وفي الحلقة السابقة تكلمت عن شلون تحول بيتك لملجأ بسيط بإمكانيات بسيطة للتخلص من آثار وأخطار الاشعاعات والغبار النووي قدر الامكان يمكنك مشاهدة هذا الفيديو أيضا على هذا الرابط اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا وأنتو كتبتوه في تعليقاتكم أنا أقرأ جميع التعليقات وسوف أجاب اليوم عن الأسئلة وخاصة ما هي المسافات لأن صار بي خربطة في الحلقتين السابقتين بالنسبة للمسافة الناس ما فاهمة أتكلم عن أي مسافة اللي الآمنة تكون وثاني شيء نتعرف شنون تتعرف أنه يوجد زيادة بالإشعاع في الجو في منطقتك بدون ما يعلنوا عن هذا للأسف دعنا نتكلم عن هذا الموضوع ونتقل بالموضوع بطريقة سريعة نقسم هذه المنطقة تقسم مناطق الانفجار أو المناطق التي حصل بها الانفجار النووي إلى المناطق التالية المنطقة الأولى منطقة الانفجار المباشر في هذه المنطقة تكون فرص النجاة ضئيلة يعني لا يوجد فرص للأسف للنجاة حتى الناس اللي يكون موجودة بهذه المنطقة ما رح تعرف أنه صار معها شيء لأنه سوف تكون في جزء من اللحظات والموت يكون بطريقة سريعة للأسف أو بجزء هذا حظهم زين لكي لا يتعذبوا طبعا هذه المنطقة تعتمد على قوة الانفجار السلاح المستخدم هذه الأمور كلها ولكن من الخبرات السابقة الموجودة اللي يتكلم عنها العلماء هذه المنطقة تقريبا تكون في قطر 5 كيلو مترات إخواني الكرام أرجو التنويح عن هذا الموضوع أنه يوجد أسلحة كثيرة متطورة نحن مو خبراء بهذا الموضوع وأسلحة سرية والدليل على ذلك قصفة أوكرانيا قبل يومين بسلاح جديد وصاروخ جديد لم يعرف أحد عنه ولكن أعلنوا عنه بطريقة رسمية أنه ترى هذا هيك الصاروخ وحجمه والمسافات وهذه الأمور كلها يوجد أسلحة كثيرة سرية وإحنا ليس خبراء وليس عنا معلومات سرية ولكن نأخذ المعلومات المتوفرة والمتواجدة الآن 5 كيلو وات قطر 5 كيلو وات ما رح يضل لا طر لا شجر لا حجر لا شيء هذه المنطقة الأولى المنطقة الثانية نتخلم عن منطقة الإشعاع الشديد هذه المنطقة تمتد تقريبا من بضعة كيلو مترات وتصل إلى عشرات الكيلو مترات طبعا العلماء يقول لك هذه المنطقة تحدد ما بين 50 كيلو إلى 100 كيلو عن مركز الانفجار بين 50 إلى 80 كيلو هذه الناس اللي بتكون متواجدة في هذه المنطقة تقريبا 50 إلى 80 كيلو سوف يتعرضوا إلى حروق من المستوى الدرجة الثالثة في هذه المنطقة طيب خلنتعرف على المنطقة التالية هي منطقة الخطر المحتمل يمكن أن يتعرض الأشخاص لمشاكل صحية بسبب الإشعاع ولكن الجرعات تكون أقل خطورة طبعا هذا يعتمد كما ذكرت سابقا على نوع السلاح المستعمل على التضاريس ونقطة مهمة جدا جدا المناخ والرياح اتجاه الرياح تحدثت أنا في حلقة الماضية أنه عندما صار هناك انفجار وكارثة في تشيرنوبل في أوكرانيا بسبب الرياح اللي كانت متجهة أكثر ناس تأثرت هي روسيا البيضاء وروسيا وليست أوكرانيا بسبب شدة الرياح واتجاه الرياح طيب خلنا نتكلم عن عند وصول الإشعاع والغبار النووي إلى المناطق البعيدة الآن نحن نتكلم عن المناطق البعيدة اللي أنا تكلمت عليها بآخر حلقتين أنا تكلمت عن المناطق البعيدة وليس عن مركز الانفجار يقول لك دكتور نحن ما رح نعيش شلون رح نتخبه لا أنا تكلم عن المناطق تكلمت عن المناطق البعيدة هذه المناطق البعيدة شلون رح تأثر عليها هذه الانفجارات طيب عند وصول الإشعاع والغبار النووي إلى المناطق البعيدة عن مركز الانفجار يمكن أن تحدث الأضرار التالية أول شيء الإشعاع الحاد يمكن أن يسبب التعرض للإشعاع الحاد إلى أمراض سوف نتحدث عنها في الحلقة القادمة أمراض خطيرة طبعا النقطة الثانية التلوث الإشعاعي التلوث الإشعاعي على الغبار النووي يمكن أن يلوث الهواء والماء ويعمل مشاكل كثيرة تأثر السلة الغذائية أيضا سوف تتأثر المحاصيل سوف تكون هناك أضرار بيئية بسبب أن هذه الإشعاعات تؤثر على البيئة بشكل مباشر نحن نتكلم مرة أخرى عن المناطق تقول لي دكتور أنا بعيد عن أوروبا يوجد ناس تكتب تعليقات أنه أنتوا بأوروبا مشكلتكم الهواء الريح عزيزي الريح لآلاف الكيلومترات هذه السحابة السحابات الغيوم هذه تحمل هذا الإشعاع فأنت لا تفرح مثل ما صار قبل حرب أوكرانيا روسيا على أوكرانيا الكثير كان يتشمت أنه بين هاي الدولتين لم يعرف أنه آثار هذه الحرب المدمرة سوف تؤثر عليك بطريقة مباشرة نحن في كوكب صغير الآن أي شيء يصير بأي منطقة يؤثر على الناس الآخرين طيب هذه الأضرار لديها أضرار قصيرة المدى وطويلة المدى نتحدث عنها في الحلقة القادمة شلون أعرف الدكتور اختصر شلون أعرف أنه في منطقتي يوجد زيادة بالإشعاع أول شيء يوجد هناك أجهزة لقياس الإشعاع يوجد أجهزة محمولة تباع يمكن على الفرد العادي أن يشتريها ويشوف أنه هل يوجد دوزومتر دوزومتر بالنسبة للإشعاع يمكنك قياس هذا الإشعاع عن طريق هذه الأجهزة طيب تقول لي دكتور كما تعليقات كثيرة لا نملك المال والغني هو الله كلنا فقراء لله سبحانه وتعالى إذا ما عندك المال يوجد هناك تطبيقات هاتفية بالهواتف الذكية ولكن أعتقد أنها ليست مضمونة وليست ما تنطي يعني شيء أكيد ولكن تنطي تلميح أن يوجد هناك زيادة في الإشعاع طيب للناس البسطة إمكانياتها المالية قليلة شلون تعرف أنه عندك يوجد زيادة بالإشعاع حيابنا هذه الطرق الطبيعية تساعدك على التعرف أنه مستوى الإشعاع المحيط بك مرتفع هناك بعض العلامات البيئية والسلوكيات للحيوانات التي تنطيق فكرة أنه يوجد شيء غلط مثلا الحيوانات تبدأ بحركات وارتباك ويعني تصير تتحرك بطريقة غير طبيعية أو تهرب من المكان أو تظهر أصوات غريبة أول نقطة ثاني نقطة النباتات تشوف أن النباتات تغير لونها تشوف أنه النباتات صارت عليها علامات الضرر تظهر أو تكون تموت بطريقة سريعة يعني تشوف ذبلان وموت للنبات بطريقة سريعة نتكلم عن تغيير في سلوك الطيور الطيور يتهج من هذه المنطقة تهرب من هذه المنطقة تشوف أنه يوجد هجرة مو بوقتها لهذه الطيور تشوف مئات الطيور ألاف الطيور سرب طير يهرب من هذه المنطقة وعلامة أيضا مهمة هي الحشرات المناطق اللي بيها حشرات كثيرة يشوف الناس أن هذه الحشرات قد اختفت الحشرات عندها حاسة قوية جدا بالنسبة لهذه الأمور إذا لاحظت أن الحشرات اختفت بعد ما كانت كبيرة وما يفيد بيها جميع الوسائل للتخلص منها يعرف أنه يوجد شيء غير طبيعي المياه المياه تظهر مثلا المياه يكون طعمها متغير لونها متغير تظهر رائحة غير جيدة راح تقول لي دكتور عندنا هذه الأمور كلها موجودة بدون إشعاعات نووية ولكن أخوان الكرام هذه علامات تنطي أنه فكرة أنه يوجد في منطقتك شيء غلط بيئي خاطئ لذلك هذه علامات مهمة طبعا يوجد سؤال طرحوا بعض الناس أنه دكتور راح نتنفسهم ونطلع إخوان نحن تكلمت عن المناطق البعيدة وليست المناطق القريبة جدا للمناطق القريبة جدا يوجد ملاجئ خاصة صممت حتى ويكون بها بالنسبة للأكسجين هناك فتحات للتهوية المفلترة يوجد هناك أجهزة توليد للأكسجين يوجد هناك خزانات الأكسجين ويوجد هناك عملية معقدة لتصنيع هذا الأكسجين وهذا الطلب تكلفة مالية كبيرة جدا أتمنى أن الله عز وجل السلام والأمن والأمان لجميع الناس في كل مكان وإلى الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر